أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك أن شؤون الجمارك تمكنت من تحقيق إنجاز جديد تمثل في خفض مدة الإفراج عن الشاحنات المحملة القادمة إلى مملكة البحرين بمتوسط مدة انتظار تبلغ 52 دقيقة لشاحنة الواحدة وذلك في النصف الأول من شهر أغسطس في العام الحالي مقارنة بـ 757 دقيقة في الأعوام السابقة وجاء ذلك بناء على مؤشر الأداء لجسر الملك فهد وأوضح الشيخ رئيس الجمارك بأن شؤون الجمارك قامت خلال السنوات الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات المتمثلة في إصدار القرارات ومنها توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرقبية بهدف تحقيق أفضل النتائج ما أدى إلى النزول التدريجي لمتوسط زمن الإفراج وذلك منذ عام 2014 ولغاية 2021 وصولا إلى الهدف المرجو وهو 52 دقيقة كما أكد رئيس الجمارك أن هذا الإنجاز ما هو إلا إضافة جديدة لإنجازات شؤون الجمارك وما كان ليتحقق لو لا تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة مشيدا بدور المستوردين والتجار والمخلصين الجمركيين وتعاونهم مع شؤون الجمارك للمحافظة على هذا المستوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر